موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين بعد جولة خارجية شملت أربع دول عربية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض مجلس التعاون يؤكد أن دمج اليمن مع اقتصادات دول الخليج سيبدأ فور انتهاء الحرب موسيقى تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعضو المجلس سلطان علي العرادة وعثمان مجلي مساء أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في طريق عودتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد جولة خارجية شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر وكان الرئيس العليمي وعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان علي العرادة وعثمان مجلي قد غادروا العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق من يوم أمس بعد زيارات جرت خلالها مباحثات مع شيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ولقاءات بكبار المسؤولين القطريين ورؤساء المنظمات والهيئات القطرية العاملة في اليمن وتركزت المباحثات حول مستجدات الوضع اليمني وسبل الدفع بالعلاقات الثنائية وجهود إحلال السلام في البلاد وتطرقت المحادثات إلى الدعم القطري المنشود لتعزيز الإصلاحات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي على الصعيد الاقتصادي والخدمي والأمني على طريق استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأطراف المعنية في اليمن حسم قرارها حول ما إذا كانت تدعب التنمية السلمية أو ما إذا كانت تريد المزيد من الدمار وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العلاقات العامة العالمية بيلاروسو أن هذا الخيار هو ما سيحدد مدى تقدم محادثات السلام وأعرب في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط عن أمل بلاده في أن تنخرط الأطراف اليمنية في محادثات جادة من خلال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام دائم وأوضح روسو أن تركيز واشنطن ينصب على الشعب اليمني والتأكد من حصوله على المساعدات الإنسانية التي هو بحاجة إليها والتأكد من أن لتقدم الهدنة نتائج ملموسة بالنسبة لليمنيين وقال المسؤول الأمريكي إن الفوائد التي تظهر من خلال الهدنة الحالية يجب أن تكون بمثابة حافز لجميع الأطراف المعنية لتأمينها بطريقة مستدامة قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن الهدنة الإنسانية في اليمن هشة ولا تعالج أسباب الحرب وهناك قلق من إمكانية التراجع عنها وأعرب عن أمله في تعجيل وصول اليوم الذي يتمكن فيه اليمنيون من الاجتماع معا لبحث الأسباب الجذرية وأوضح في مداخلته بمنتدى اليمن المنعقد في السويد أن الهدنة في اليمن تحظى بترحيب شديد من الولايات المتحدة وأكد بأنه لا يمكن إنهاء الصراع دون التعامل مع قضايا المصالحة والعدالة والمساءلة وتبني رؤية متفق عليها لما سيبدو عليه مستقبل اليمن طوحت ميليشيا الحوثية بكل فرص السلام الممكن واستخدمت الهدنة فيما يعزز من وضعها العسكري ويضاعف من أعباء المأساة الإنسانية الأسوأ عالميا في اليمن خاصة في تعز نتابع للشهر الثالث من هدنة السلام الإنسانية وما تزال الميليشيات الحوثية تتلاعب بالوقت وتلقي بمزيد من العراقيل والتعقيدات على مسارها التنفيذي وسجلت الميليشيات الحوثية أكثر من ثلاثة آلاف خرق عسكري لبند وقف إطلاق النار متعمدة أن يكون أكثرها في محور تعز تهربا من إلزامات الهدنة في فتح معابر المدينة المحاصرة وتسعى الميليشيات الحوثية لتفجير الوضع عسكريا من تخوم المدينة المحاصرة لو لا التزام الجيش الوطني بمبادئ الهدنة ووقف إطلاق النار رغم حجم الخروقات الحوثية ولم تخب الأحياء السكنية في المدينة عن مرمى القصف الصاروخي والمدفعي الحوثي في ظل سريان الهدنة وتواصل الميليشيات خنق المدينة المحاصرة بشكل أشد مع تصاعد الاحتجاجات المحلية على تنص للحوثيين من تنفيذ بند فتح المعابر حيث عمدت الميليشيات إلى نصب سلاسل من الحواجز الترابية والمتارس العسكرية عندما داخل المدينة مع تشديد الإجراءات البوليسية والفرز الهوياتي المناطقي على خطوط السفر ضد أبناء المدينة ترافق ذلك مع إطلاق تهديدات لإبادة جماعية ضد أبناء تعز بلغة استعلائية احتقارية ترقى إلى جرائم العنف المعنوي الموجه بغرض استباحة دمائهم لميليشياتها والمفهوم من حديث الحوثيين عن فتح مقابر لتعز بدلا من فتح المعابر هو أن الميليشيات الحوثية لن تفتح أبدا طرق المدينة المحاصرة مهما طال زمن الهدنة وامتدت فتراتها التجديدية والمفاوضات ذات العلاقة وما يفهم أيضا من هذا التهديد والوعيد هو أن الميليشيات الحوثية تتأهب عسكريا على نحو غير مسبوق في شن هجمات على مختلف الجبهات في محافظة تعز خاصة بعد أن ضفرت من الهدنة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وجني المليارات من الريالات من البحر والجو أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني استمرار ميليشي الحوثية الإرهابية في تجنيد الأطفال تحت غطاء ما تسميها المراكز الصيفية تحضيرا للزج بهم في مختلف جبهات القتال مستفيدة من الهدنة الأممية وقال وزير الإعلام إن ميليشي الحوثية الإرهابية عملت على تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر وتقاع سم منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل من القيام بدورهم في التنديد بهذه الجريمة النكراء ووقف عمليات القتل الجماعي لأطفال اليمن وطلب الإرياني المجتمع الدولي بمواقف واضحة من تصعيد ميليشي الحوثية الإرهابية لعمليات تجنيد الأطفال وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب كل شواهد الأيام ومعطيات الواقع تؤكد بأن جماعة الحوثي جماعة عنصرية تقوم على الأنى الشيطانية وتندفع بصلف إلى استباحة دماء اليمنيين وأموالهم نتابع عنصريون حتى النخاع يؤمنون بأنهم سادة وبقية الخلق مجرد عبيد وأتباع عنصرية تطفح بها تعبيراتهم اللفظية وتؤكدها وثائقهم الفكرية وتكشف عنها بكل جلاء ممارساتهم السلوكية فهم من الناحية السيكولوجية يؤمنون بأنهم كائنات مقدسة ونطفة مطهرة وهم من الناحية الاجتماعية أصحاب فكرة الطبقية التي وضعوا أنفسهم أعلى هرمها باعتبارهم طبقة السادة ومن الناحية الاقتصادية يفصح الخمس وغيرها من المسميات التي حرف الكلم المتعلق بها ووضعت في غير موضعها أن المقصود منها يتجاوز نهب الأموال نحو تعزيز الاستعلاء الطبقي لتصبح مهمة فئات المجتمع محصورة في الكد لأجل رفاهية طبقة طفيلية تمتص أموال الآخرين وكحال الاقتصاد وبقية مجالات الحياة تحضر العنصرية الحوثية في ميدان السياسة بوضوح يتجلى في خطابات أتباعهم قبل كبار مجرميهم حيث تعزيز الفكرة القائمة على انحصار حق الحكم في سلالة يدفع الأتباع للدفاع عن فكرة كونهم عبيد بالقدر ذاته الذي يدافعون عن الحق الإلهي المزعوم للحوثي أن يكون سيدا عليهم واعتبار كل مخالفيهم أعداء ومنافقين حال يقود بكل معطياته للتوقف أمام الحوثية باعتبارها أسوأ عصابة عنصرية شهدتها الأرض وأكثرها جرأة على الكذب باسم رب السماء وإذا كانت العنصرية بمبررات أرضية تنسف التعايش وتجعل الحياة لا تطهق فإن العنصرية القائمة على تلفيق مبررات سماوية تفوق سابقتها سوءا بمسافات تقاس بالسنين الضوئية وتلك حال الميليشيا الحوثية ناشدت اللجنة الطبية العسكرية لجرحة عز الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالمسارعة في وضع حلول مالية جذرية كفيلة بالاستمرار في معالجة جرحة عز في الداخل والخارج وقالت اللجنة في بيان لها إنها تفتقر للإمكانيات المالية التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية في ملف جرحة عز بل أصبحت اليوم في وضع مالي بالغ الصعوبة في ظل عدم اعتماد مغزنة من جانب الحكومة وقالت اللجنة إنها نتيجة افتقارها للإمكانيات لإعادة الجرحة المبتعثين للعلاج في مصر قبل أن يكملوا برامجهم العلاجية وأكدت اللجنة أنه ما يزال هناك المئات من جرحة عز بحاجة لعلاج وإجراءات طبية في مراكز متخصصة خارج الوطن غير أن عدم توفر الإمكانيات المالية لللجنة حال دون سفرهم وهو ما يعني أن الأوضاع الصحية لهؤلاء الجرحة الأبطال ستزداد سوءا قال سفير مدلس التعاون الخارجي لدى اليمن سرحان المناخر بأن دمج اليمن مع اقتصادات دول الخارج العربي سيبدأ فور انتهاء الحرب وبدء السلام وأكد خلال مشاركته في منتدى اليمن الدولي في العاصمة السويدية السوكهولم استمرار مساعي تمديد الهدنة اليمنية القائمة وأشار إلى دعم دول الخارج لجهود إنهاء الأزمة التي بدأت في الحادي والعشرين من سبتمبر في العام الفين واربعة عشر وهو تاريخ انقلاب ميديشي الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعا قالت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا مير بأن كلفة إعادة البناء والإعمار لما خلفته الحرب في اليمن يقدر بخمسة وعشرين مليار دولار جاء ذلك في كلمتها بأعمال المنتدى اليمن الدولي المنعقد في العاصمة السويدية السوكهولم وعشارت إلى أن البنك الدولي يشعر بالقلق من الأزمات المركبة في اليمن لذا قرر زيادة البرامج وقدم تمويلا بلغ مليار دولار خلال العام الماضي للحفاظ على المؤسسات التي كان يدعمها قبل النزاع وأكدت تانيا على أهمية استمرار المؤسسات والقطاعات الانتاجية في العمل وأوضحت أن البنك الدولي زاد من دعمه للقطاع الخاص في اليمن وهو يركز على صمود القطاع الخاص والدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه في برامج إعادة الإعمار أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم أمس تجشين برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الأثيوبيين المتواجدين في محافظة مارب إلى بلادهم وقالت المنظمة في تغريدة لها على تويتر إنها بدأت برنامج العودة الإنسانية الطوعية في مارب لمساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى ديارهم وعشرت منظمة الهجرة إلى أن آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن أعربوا عن رغبتهم في العودة طواعية إلى أثيوبيا وقالت منظمة الهجرة إن هناك حاجة إلى التمويل لمساعدة جميع الذين يرغبون في العودة أكد وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح ووكيل وزارة الأوقاف لقطع الإرشاد والتوجيه حسن الشيخ على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في رعاية الأيتام الذين يزداد عددهم بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثية على الشعب اليمني وشدد مفتاح والشيخ أمام الحفل التكريمي الأول لليتيم الذي نظمته مؤسسة غيث التنموية على أهمية الالتفات لهذه الشريحة الهامة في المجتمع وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية في تنشئة شريحة الأيتام والاهتمام بهم ورعايتهم الرعاية اللازمة وتأهيلهم وتدريبهم كي يكونوا لبنة وداعمة من دعامات المستقبل ووجه الوكيل مفتاح كافة المرافق والمؤسسات الحكومية الصحية والتربوية والاجتماعية بتقديم رعاية واهتمام خاص بالأيتام وإعفائهم من الرسوم وتقديم الدعم اللازم لرعايتهم وإرشادهم وبناء قدراتهم بحثت هيئة مستشفى ماري بيوم أمس مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجالات الشراكة والمشارع التي يمكن أن يقدمها البرنامج لتطوير الهيئة وتحسين خدماتها الطبية وناقشت هيئة مستشفى ماريب مع مدير البرنامج السعودي في المحافظة علي الدوسري والفريق المرافق له الترتيبات اللازمة للإسراء في تزويد المستشفى بجهاز الرنين المغناطيسي والذي تم إدراجه ضمن مشاريع الدعم المعتمدة من قبل البرنامج للمحافظة للعام الجاري وأكدت هيئة مستشفى ماريب على ضرورة تعزيز التشخيص الطبي الدقيق والإسهام في التخفيف من معاناة المرطى قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأنه افتتح خلال الأيام الماضية بالشراكة مع مؤسسات محلية تسعة مشاريع تنموية مستدامة في ثمان محافظات يمنية بتمويل من المملكة وأوضح البرنامج السعودي في تقرير استمرار الجهود السعودية التنموية في اليمن من أجل المساهمة في تحسين البنى التحتية بمختلف القطاعات الحيوية والأساسية وبما يعود أثره على الشعب اليمني بشكل ملموس وعشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن أكثر من مئتي مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للشعب اليمني في سبعة قطاعات أساسية هي التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية عقدت لجنة السلامة المجتمعية في مديرية الصيرة بالعاصمة المؤقتة عدن يوم أمس الجلسة التوعوية الثانية حول الحد من أخطار الحرائق في المديرية وتأتي الجلسة التوعوية ضمن مشروع تعزيز السلامة المجتمعية في اليمن والذي ينفذه منتدى التنمية السياسية في مدينة عدن بالشراكة مع مؤسسة بريغهوف الألمانية وبدعم وتموين مشترك من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا وتهدف الجلسة التي تستمر يومين إلى توعية الشباب بكيفية التعامل مع الحرائق وطريقة عملية الإخلاء والإيواء والتجمع ومعرفة أنواع طفايات الحلائق وتوفير الحماية والوقاية والسلامة لأفراد المجتمع افتتح وزير الشباب والرياضة نايف البكري يوم أمس ومعه وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثير منشآت نادي البرق الرياضي بمديرية تريم والممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط منشآت نادي البرق بتريم أصبحت ماثلة للعيان كأول مشروع رياضي ممول من حصة حضر موت من مبيعات النفط في قطاع الشباب والرياضة والذي سيسهم في الارتقاء بالحركة الرياضية ويلبي طموحات الشباب والرياضيين هذه المنشآت اليوم التي تترجم على الواقع هي دعم لكل قطاع الشباب والرياضي يأتي افتتاحنا لنادي البرق الرياضي والثقافي في مديرية تريم لانشاء الاندية الرياضية والملاعب الرياضية وهذه ايضا من حصة حضر موت التي ايضا وجهت لصالح المشاريع بمختلف اتقاهاتها وملفاتها مشروع ليس المشروع لهذا المشروع بل هو باكورة عمل لعدة مشاريع للسلطة المحلي ستساهم بها في يميع بناءنا الرياضيين في ولي حضر موت فهذا افتتاح المنشآت ثلاثة سبقتها مشروع تعشيب الأستاذ السيئون الأولمبي وهذا اليوم في هذا المكان كذلك مشروع جار العمل فيها وهو مشروع نادي القطن منشآت وتعشيب هذا النادي العري في مديرة القطن كذلك نادي اتحاد بسيئون يتزامن افتتاح منشآت نادي البرق مع عام الشباب عشرين اثنين وعشرين الذي اعلنت عنه السلطة المحلية بوادي حضر موت حيث احتوى المنشآت على منصة ومدرجات تحويل جماهير ومحب الألعاب ومباني استثمارية تضم محلات تجارية وشقق سكنية اضافة الى فرش ارضية الملعب بالعشب الاصطناعي فرحة عامة هنا تعمل جماهير الرياضية اليوم في منشآت بمناسبة اتتاح منشآت نادي البرق هذه الفرحة ليست فرحة للشباب البرق فقط ولكن لجميع الشباب الرياضيين بمحافظة حضر موت طبعا الذين يقدمون اليوم لوحة للوحة شكر تعبر عن الشكر والتقدير لسلطة المحلية بالمحافظة على اهتمامها بفئة الشباب وبالرياضة والرياضيين عانى كثيرا لاعب نادي البرق وخاصة في لعبة كرة القدم قبل حصولهم على هذه المنشآت فكان حلما يراودهم ان يحظوا بملعب معشب يضاهي الملاعب الخارجية وبمواصفات عالمية يخفف عنهم من الاصابات التي تحدث اثناء ممارسة اللعبة كنا اولين يعني نلعب في مجرى سيل عزك الله كنا نعاني من ارضية الملعب صغر ارضية الملعب ممكانيات لكن الان مع هذا التعشيب مع هذه المنشآت حقيقة تشكر عليها لكل من سعى لهذا المشروع من ادارة وكل من سعى فحضر موت حاضنة الرياضة اليمنية والانشطة الشبابية حيث استضافت في ملاعبها المعسكرات والبطولات والمنافسات الوطنية فهي دوما تنشد المحبة وترفع راية السلام افتتاح منشآت رياضية في مدينة تزخر بالشباب سيساعد على توسعة الانشطة الرياضية المختلفة ويفتح المجال امام المبدعين لتمثيل اليمن داخليا وخارجيا فهم برمادي قناة سهيل تريم حضر موت النشرة انتهت وهذا تذكير باهم عنوينها بعد جولة خارجية شاملت اربع دول عربية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل الى العاصمة السعودية الرياضة مجلس التعاون يؤكد ان دمج اليمن مع اقتصادات دول الخليج سيبدأ فور انتهاء الحرب في ختام النشرة لكم مني اطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة